أهلا بكم مشاهدنا مجددا إلى جولتنا في الصحافة ومتواصلون معكم ضمن هذه الجولة وأبرز مقالة الرأي لنهار اليوم اخترنا لكم مقال من صحيفة العربي الجديد لكاتبتها قول لميس أندوني وهي صحفية من الأردن اخترت لمقالها عنوان عودت ناتانياهو عهد إرهاب غير مسبوق ضد الفلسطينيين كتبت الصحفية في مقالها خطاب رئيس وزراء الاحترال الإسرائيلي بن يمين ناتانياهو وتصريحاته في جلسة التصويت على ثقة بحكومة جديدة الخميس الماضي يجب أن يؤخذ بجدية ليس من الفلسطينيين فحسب بل من كل الدول العربية والعالم حين أعلن أن كل فلسطين ملك للدولة الصهيونية وأن الأولوية القصوى لحكومته توسيع المستوطنات وأنه لم يعد هناك مكان لمفاوضات أو تسوية وأن معاهدات السلام مع الحكومة العربية لا تعني شيئا غير فرض شروط الكيانة الصهيونية كما أضفت الكاتبة الأردنية بالنسبة لبن يمين ناتانياهو وحكومته المتطرفة دينيا وقوميا السلام هو نتاج انتصار الدولة الصهيونية واستسلام الدول العربية لا أكثر ولا أقل وعليه من حق الاحتلال الإسرائيلي أن تأخذ أو يأخذ ما يريد فالانتصار يعطيه الحق بالمشاركة في كل الموارد الطبيعية في المنطقة بل حق امتلاكها مستفيد من استمرار الخنوع العربي فالقصة ليست اتفاقية بل ما يرافقها من خطوة أمريكية لتأسيس تحالف عسكري عربي بقيادة أمريكية صهيونية تضع المنطقة تحت هيمنة الاحتلال الصهيوني الأمنية الكاتبة أكدت أن فهم نتنياهو السياسية المخضرة ما المعادلة وهو يفهمها جيدا ولم يعد يأبه بالديبلوماسية فعودت نتنياهو السادسة إلى سدة الحكم بعد أن اعتقدت حكومات غربية وعربية أنه انتهى جعلته أكثر صلابة وأكثر غرورا وأكثر شعورا بالقوة فمن جهة حلفائه في الحكومة هم عتات المتطرفين الذين يجاهرون بهدفهم لطرد الفلسطينيين ومن أتباع أشد تيارات الصهيونية إجراما ونتنياهو يفهم ذلك تماما ولذلك وضع بن غفير وزيرا للشرطة أي المسؤولة الأمنية الأعلى وهو يعي أن لدى هذا الشخص كتيبة من المستوطنين وتعيينه عمليا يعني جعله مسؤولا ليس عن المستوطنات فحسب وإنما عن المناطق المحتلة بكاملها كان طبيعيا أن ينتج اليمين يمينيا أكثر تطرفا وفي هذه المرحلة لا تحتمل التدرج في تحقيق المشروع الصهيوني وإنهاء القضية الفلسطينية إلى الأبد فالمشروع بدأ في عهد ترومب الذي تبنى السياسات الصهيونية بدون مرايبة ومدون أي مزايدة فأعلن القدس عاصمة للكيان المحتل وعبر بكل صراحة أنه لا يحق للمهزومين وضع شروط استسلامهم بل يستولي المنتصر على كل ما يريد الصحفية عادت لتأثير ترومب على مصاري السياسات الأمريكية وعلى تقوية نتنياهو والثيارات المتطرفة الصهيونية إلى أبعد مما كان ظاهرا فهو تحدث باسمهم تقول الصحفية ليس من منطق صهيوني بالضرورة بل من منطق الرأسمالي العنصرية الاستعمارية الذي ليس لديه تعاطف مع مظلوم فترومب لا يدع قيما مثل العدالة والحرية تقف في طريق أحكامه وقراراته لكن ما ثبث ولم يكن مستغربا أنه بحاجة طبعا ترومب لأن يبتعد في جوهره عن استراتيجية المؤسسة الأمريكية لذا لم يغير الرئيس جو بايدن أو يعكس أي من قرارات طبعا ترومب الكثبة أضافت الإدارة الأمريكية ما تزال تراهن على استمرار التطبيع والمشاريع أو المشاريع أقول التطبيعية الاقتصادية وربط الدول العربية المطبعة ومواردها بالدولة الصهيونية ولكن ما لا تفهمه الإدارة الأمريكية والحكومة الصهيونية ولن تفهمه أبدا أن عهد ترومب وعهد الرعب الصهيوني القادم سيكون أكبر محرد الشارع العربي ضد الكيان المحتل فجانب كبير ممن شهد في مونديال قطر طبعا كان ردت فعل على الجرائم الصهيونية واتفاقيات التطبيع المذلة ومصدر إلهامها وحماسها واندفاعها وهو المقاومة الفلسطينية الكاتبة اختتمت المقال أن الشعب الفلسطيني سيدخل في مرحلة جديدة من التعرض لحاملات وحشية وإطلاق العنال لعتات المستوطنين المجربين وعليه كل نظام عربي يصمت ويستمر في العلاقة مع الاحتلال إنما يشارك في جريمة كبرى لن يغفرها الفلسطينيون والشعوب العربية تقول الحرة تقول طبعا الكاتبة مشاهدين كان هذا مقال الرائل لنهار اليوم لكاتبته لميس أندو الدوني وهي صحفية من الأردن اختارت عنوانا له عودة نتنياهو عهد إرهاب غير مسبوق ضد الفلسطينيين كان هذا مقال الرائل لنهار اليوم وكانت هذه جولتنا عبر الصحافة ختام هذه الجولة في أمان الله